في ظل عاصفة من الإصابات ضربت النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وأثرت عليه في مباراة شباب الوزداد الأخيرة النادي الأهلي بيتلقى خبرا سعيدا بعودة السوليسي بيرسيتاو وأحمد نبيل كوكا والمهاجم الفلسطيني الجديد وسام أبو علي للمشاركة في المباراة من جديد حسب الرؤية الفنية الجهاز الطب للنادي الأهلي أكد جاهزية هذا السوليسي للعودة للمشاركة في المباراة وبالفعل خادوا المران الأخير للنادي الأهلي قبل الصفر إن شاء الله لغانا يوم الأربع وبالتالي السوليسي متاح للمشاركة في المباراة يوم الجمعة أمام مديامة خصوصا في وضع طبعا النادي الأهلي شوفنا في ممتش بالوزداد بيعاني فعليا في مركزين خط الوسط والهجوم من بعض الغيابات سواء في التشكيل الأساسي أو حتى أوراق تبقى على الدكة معاك تقدر تغير بيها في الشوت التاني الأمر ده إن شاء الله هيتعالج في المباراة في مديامة والسوليسي ده هيكون متاح للعب إن شاء الله إذا رأى مارسيل كولر أهميتهم في التواجد سواء في التشكيل الأساسي أو في كاب ودلاء على دكة اللاحتياطي ترجمة نانسي قنقر